إذن حسب ما تناقله جمع من الصحفيين في البيت الأبيض أصر بايدن في حديثه أنه لا يعتقد أن هناك أي سبيل لاستخدام سلاحا نووي تكتيكي موضحا أن ما يحصل هو تهديد مباشر باستخدام أسلحة نووية إذا استمرت الأمور على المسار الذي تسير عليه الآن بحسب ما قاله بايدن في المقابل لا يجد الروس غضاضة في كل ما يدلل على تصميمهم للجوء إلى استخدام السلاح النووي تحت دريعة مبات شائعا في وسائل الإعلام بمصطلح الردع النووي حتى أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لفروف قال بوضوح أن موقف بلاده من الردع النووي لم يتغير متهما الولايات المتحدة بتشويه موقف روسيا والعمل على إفزاع المجتمع الدولي لمصلحة كييف بحسب تصريحاته الأخيرة غير أن ما تسميه موسكو تشويها أمريكيا لكيان الاتحاد الروسي يستدعي ردا ثقيلا وعاجلا حتى باللجوء للسلاح النووي تترجمه مراكز صنع القرار الغربي ومنها البيت الأبيض أن الأوجاع المتتالية التي تلقاها كوتن وجيشه من المقاومة الأوكرانية الشرسة المدعومة بالمساعدات العسكرية دفعت الروس للتهديد باستخدام أسلحة الدمار الشامل أقلها أسلحة نووية تكتيكية لكن وفي السياق يضطر البيت الأبيض للتعليق على تصريحات بايدن المرعبة حين تقول متحدثة باسمه أن تصريحات الرئيس أظهرت كيف تتعامل واشنطن جديا مع التهديدات التي يطلقها الروس باستعمال السلاح النووي مشيرة إلى أن الرئيس كان يتحدث عن بواعث قلق بشأن تهديدات الرئيس بوتن النووي إلا أن واشنطن ليست لديها مؤشرات على أن روسيا تستعد لاستعمال السلاح النووي وشيكا كما قالت نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا من واشنطن كريس لبتينا مستشار استراتيجي في الحزب الديمقراطي ومن موسكو أندري أوليسكي الكاتب والباحث الاستراتيجي ومن عمان دكتور حسن المومني أستاذ العلاقات الدولية أهلا بكم جميعا أبدأ معك سيد كريس في واشنطن حديث الرئيس جو بايدن عن أن التهديدات الروسية تعرض البشرية لخطر نهاية العالم هل هو مبالغ فيه أم أن الرئيس بايدن كان يعمي ما يقول فعلا أعتقد أن الرئيس كان قد أصيب بخيبة أمل لأن السيد بوتن طرح خيار البديل النووي عندما تقدم بهذه الفكرة أعتقد أن الرئيس بايدن يعلم جيدا ومن الضروري أن يفهم الجميع عن الولايات المتحدة الشعب الأمريكي ليس لديه أي نية أو رغبة في حرب مطولة مع روسيا نعم من الواضح أننا ندعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا والرئيس بايدن أوضح هذا وهناك نقطتان ينبغي الحديث عنهما عندما نفكر في نهاية لهذا النزاع الأولى هي أن أوكرانيا قد طلبت سواريخ بعيدة المدى ولا أعتقد أن حكومة بايدن ستقدم هذه الصواريخ التي يمكن أن تصيب أراضي روسيا واللقطة الأخرى هي أن الولايات المتحدة قد أعلنت مقتل صحفي روسي في حادث إرهابي وأن الحكومة الأوكرانية لم تكن سعيدة بإعلان هذا الخبر ولكن هذا هو من ضمن الجهود التي يقوم بها رئيس بايدن للحفاظ على موضوعية الطرح وعدم تطور الأمور إلى نزاع السابق بين الولايات المتحدة والتحاد سوفيتي في التقل الماضي وتصريحات الرئيس بايدن كانت واضحة بأن الرئيس بوتين عندما طرح الخيار النووي في المرة الأولى نعم سيد أوليسكي في موسكو إذن حسب ما يقول سيد كريس في واشنطن واشنطن لم تقدم حتى الآن أسلحة استراتيجية حسب قوله وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اعتبر هذه التصريحات للرئيس جو بايدن بأنها محاولة لتشويه الموقف الروسي وترهيب المجتمع الدولي كيف يفهم هذا الموقف الروسي؟ ألم يتحدث الرئيس بوتين وحتى ديمتري مدفيديف عن إمكانية ولوح بإمكانية استخدام السلاح النووي في أكثر من مرة؟ بوتين ومدفيديف يذكراني فقط على وجود الأسلحة النووية لدى روسيا وغازا إجابة لتصريحات الغرب لتصريحات القادة في البلدات المتحدة الأمريكية وفي بلدان حلف الشمال الأطلسي حول استخدام وأيضا غازا استخدام الأسلحة للتدمير الشامل وكذلك بخلفية تصريحات الرئيس الأوكراني إزيلينسكي خوله الذي يطالبه بإنزال الدربات الوقائية النووية سيد أوليسكي عذرا قلت إنها مجرد تذكير للغرب قلت إنها مجرد تذكير للغرب ولكن صحيفة التايمز البريطانية نشرت صورا جوية تكشف تحرك قطار نووي أو قطار بارغوزين الذي يحمل معدات وأسلحة نووية كيف تفسر هذا التحرك ومن يصدق روسيا حقيقة يعني هناك من يقول لك من يصدق روسيا التي كانت تنفي كل التقارير الأمريكية عن هجوم على أوكرانيا قبل بداية الحرب لكن سرعا ما كانت هذه التقارير حقيقية وواقعية بالنسبة لقطار بارغوزين فهذا كاذب كالعدم لصحافة البريطانية قطار بارغوزين الذي حتى الآن لا يدخل في تسليخ الجيش الروسي غاز القطار عربات غاز القطار هي عربات التلاجات التي لا تختلفهم عن التلاجات على عربات التلاجات العادية ولذلك لا يمكن إيجادها بواسطة الفضاء أو التصوير الجوي وغاز كاذب لصحافة البريطانية وكما نعرف أن غاز السلاح حتى الآن لا يدخل في تسليخ القوات المسلخات الروسية نعم لم يدخل حتى الآن سأعود ليكو أعطيك الفرصة عن متى يمكن أن يدخل هذا السلاح فعلا لدى الروس تحول إلى عمان مع الدكتور حسن المومني دكتور يعني ما هي قراءتك لهذه التصريحات المتبادلة ما بين واشنطن وموسكو بشأن استخدام الأسلح النووية وهل فعلا على العالم أن يخشى من حدوث حرب نووية مساء الخير لك والمشاهدين الكرام ورضيوفك مما لا شك في التصريحات المتبادلة هي تصريحات تصعودية تعبر عن حالة من القلق وعلى العالم أن يأخذها بجدية التصريحات التي سبقت العملية العسكرية الروسية كانت في هناك تصريحات وحصلت العملية العسكرية منذ بدء العملية العسكرية الآن الصراع في حالة الصعودية هناك تصاعد حلزوني في الصراع بهذا الجانب بهذا الاتجاه ومسألة الخيار النووي والأسلحة الدمار الشامل من وقت لآخر يتم الحديث عنها وأعتقد أن الرئيس بوتين كان واضع في خطاباته الأخيرة بمسألة أن روسيا إذا ما تعرضت لخطر وجودي سوف تستخدم كل ما بحوزتها لم يحدد نووي قال كل ما بحوزتها في هذا الجانب وقال نحن لا نقدع أحد وعلى الجميع أن نصدق ذلك بهذا الجانب بهذا الاتجاه فلذلك أنا بالتقدير الشخصي المعطيات الموجودة على عرض الواقع وعدم قدرة روسيا على حسم الأمر بعد كل هذه الشهور وبالتالي دخلت في وضع استنزافي من مصلحة الغارب ومن مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية أن يبقى هذا الصراع محتوى في سياق استنزافي بنهاية المطاف وأنت تعلم بنهاية المطاف من يمتلك الإرادة ويمتلك القدرات هو الذي سوف يسود في نهاية المطاف الآن حاليا معظم التقارير تفيد بأن روسيا مستنزفة بهذا الوضع الوضع الإغلاقي في هذا الجانب لذلك بتقدير الشخصي الاستراتيجية الروسية قائمة على مسألة أنه تصعيد من أجل التهديا تصعيد من أجل إيجاد مخرج والكل يعلم بأن السلاح النووي سلاح ردع لكن أيضا عندما تهدد باستخدام السلاح النووي أو تستخدمه تخلق ما يسمى في شيء يسمى كارثة محدقة الجميع سوف يعاني منها وبالتالي قد تخلق نوع من العقلانية التي تفتح طريق أو تنزل مثلا الجانب الروسي أو الجانب الأوكراني عن الشجرة في هذا الجانب فلذلك لا المسألة لا بد من أن تكون يعني يجب أن تأخذ حقيقة في سياق الجدية في هذا الجانب صحيح أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تزود بأسلحة سراتيجية لكن واضح أن الأسلحة التي تم تزويد فيها أوكرانيا والدعم السياسي والعقوبات الاقتصادية باتجاه أوكرانيا باتجاه روسيا أتت أكلها واضح أن روسيا هي دولة أغمى تقدم نفسها دكتور حسن بطبيعة الحال دعنا نعود إلى واشنطن مع سيد كريس إذن ضيفنا من موسكو يقول أن واشنطن تحاول تشويه صورة روسيا وهذا السلاح لم يدخل وكل التقارير الغربية كاذبة الرئيس بايدن قال أن تهديد بوتين هو حقيقي لأن أداء جيشه ضعيف إلى حد كبير هل هناك اعتقاد أمريكي فعلا بأن روسيا الآن وصلت إلى نقطة استنفاذ كل الحلول باستخدام الأسلحة التقليدية وبالتالي يمكنها أن تلجأ إلى الأسلحة غير التقليدية وكيف يمكن أن يكون استخدام هذا السلاح غير التقليدي من وجهة نظرك سيد كريس أعتقد أن أفضل تقليل استخباراتية من روسيا عن النوايا الروسية كادت من كلمات الرئيس بوتين نفسه الذي هو يتحكم بشكل كامل في التسليح الروسي وقوات المسلحة الروسية وأن فكرة استخدام هذه الأسلحة والعالم لا بد أن يأخذ هذه التهديدات على محمل الجد ولكن من الضروري أيضا للعالم أن يدرك أن الرئيس بايدن كان على حق عندما أشار إلى مدى الضمار الذي يمكن أن يلحق بالعالم بشكل عام وأيضا بالنسبة لروسيا فلكن إذا قامت روسيا بتفكير سلاح نووي تكتيكي واحد فإن الضمار أو الضرر الذي سيحدث سيكون ضخما للعالم عندها إذا حدث هذا السيناريو ما الذي يمكن للولايات المتحدة والغرب فعله سيد كريس سير وما تمكننا من إنهاء هذا الصراع بشكل عاجل كلما كان ذلك أفضل للطرفين أعتقد أن العالم ينبغي عليها أن يأخذ الرئيس بوتن على محمل الجد لأن لديه أسلحة نووية وأنه يتحكم بها بشكل كامل هو يسيطر تماما على الجيش الروسي نعم نعود إلى ضيفنا سيد أوليسكي قلت أن ماذا يمكن عندما يقول السيد سيرجيال أفروف أن الموقف الروسي من الردع النووي لم يتغير ما الخطوة التي يمكن لموسكو عندها استخدام هذا السلاح النووي التكتيكي على الأقل اليوم تعرفنا على تصريحة البيت الأبيض أنه ليست لديهم أي معلومات حول إعداد روسيا لإنزال ضربات بالأسلحة النووية وليست لا توجد مثل هذه المعلومات لا لدي المخابرات المركزية ولا لدي الاستخبارات العسكرية في الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة للمبادة لإستخدام الأسلحة النووية فهي معروفة فهي موجودة ومسجلة في العقيدة العسكرية للإتخاذ الروسي والسكر أسميات التي تحددوا الأخوال لإستخدام الأسلحة النووية خلافا عن ذلك أيضا روسيا لا تمتلك أسلحة الدمار الشامل إلا الأسلحة النووية بالنسبة للأسلحة الكيميائية فالمعروف في كل المؤسسات المعنية مثلا في منظمة التخالي عن الأسلحة الكيميائية أن الأسلحة الكيميائية في روسيا ليست موجودة وتم القضاء عليها كلها قبل بداة سنوات بالنسبة للأسلحة البعولوجية أيضا لم تكن هناك أي تصريحات أبدا خول الإمكانيات استخدام الأسلحة البعولوجية من قبل القوات المسلحة الروسية بالنسبة للقوات النووية فهي سوف تستخدم فقط في خالة تنص على ذلك العقيدة العسكرية الرسمية للإتخاذ الروسي في خالة التغييد لوجود الدولة في خالة هجوم العدو على روسيا وهجوم العدو على خلفة روسيا هنا يمكن أن نسأل سيد أوليسكي كيف هو الإجراء في روسيا لاستخدام السلاح النووي وهل القرار في يد بوتين وحده؟ روسيا لا تحتاج إلى استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا تستطيع روسيا قادرة على الوصول إلى الانتصار على أوكرانيا مجرد بواسطة الأسلحة مهما كانت نحن نعرف أن روسيا تقاتل لإصفاق ضد أوكرانيا روسيا تقاتل ضد الكتلة الغربية كلها بأسرها هناك ثلاثة واربعون دولة تساعد رسميا لأوكرانيا وضحت سيد أوليسكي هذا أمر معروف بطبيعة الحال وهنا دعني أسأل الدكتور حسن المومني هناك من يرى أن بوتين منتصر أقل خطورة من بوتين مهزوم هل تتفق مع هذا التوصيف وكيف يمكن للغرب الموازنة بين هتين الحالتين لعدم الوصول إلى صراع النووي وصدام أكثر خطورة مما يجري الآن في أوكرانيا أنا لا أعتقد الغرب سوف يقبل بمسألة بوتين المنتصر السؤال بالنسبة لأوروبا والسؤال بالنسبة للغرب ماذا بعد الانتصار المسألة ليس مسألة روسيا المسألة في تحولات في مزال القوى العالمية المسألة هي الأمن الغربي الأمن الأوروبي بهذا الجانب وأعتقد السلوك الغربي لغاية الآن واضح بأنه لن يسمح بأن يكون هناك روسيا منتصرة روسيا منتصرة بأي معنى بمعنى أن تضم هذه الملاطق الموجودة بمعنى أن تفرض إرادتها بمعنى 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 كل هذه الجوانب الانتصار روسيا وقبول الغرب بهذا الجانب طبيعي يفقد الغرب بصداقيته ترجعنا إلى أذن من وجهة النظر الغربية ترجعنا إلى مسألة الثمانية وثلاثين وسياسة الاسترضاء وكل هذه الجوانب التي الآن أوروبا عانت منها في تلك الفترة أنا بتقدير الشخصي الأطراف كلاهما عالقين يعني واصلين في مرحلة ما يسمى في اللعبة الصفرية بهذا الجانب الآن كيفية إخراج حل ترضي جميع الأطراف وحفظ ماء الوجه بالرغم من كل عمليات السلمية لغاية الآن لا يوجد هناك أفكار وتوافقات تنتج هذا الحل المشهود أما مسألة أنه طرف يقبل بالهزيمة الآن صعبة يعني حتى بوتين وحتى روسيا بغض النظر عن الإغفاقات وكل هذه الجوانب أصل التلويح في المسألة النووية وغيره وكل هذه الجوانب يعبر عن ماذا؟ يعبر عن رعب يعبر عن أن الخيار التقليدي فشل في إنجاز المهمة في هذا الجانب وبالتالي نرجع إلى مسألة التصعيد التدريجي مسألة الموبولايزيشن الجزئي هذا اليوم مسألة التعبئة الجزئية ما هي أيضا هذا تطور طب ماذا لو لم تنفح هذه التعبئة الجزئية بهذا الأمر بهذا السياق أضف إلى ذلك هذه التصريحات بالمناسبة هي أيضا تلقي بعبئ على الولايات المتحدة الأمريكية تضع الولايات المتحدة الأمريكية على المحاكم صداقيتها بهذا الجانب طيب ماذا لو استخدم أو استخدمت روسيا أسلحة تكتكية ماذا لو شو رح تكون رجل الفعل الأمريكية هذا يعيدنا إلى واشنطن مع السيد كريس حول ماذا يمكن للغرب وقد سألتك قبل قليل ولم تجبني بشكل واضح عن الخطوات التي يمكن أن يتخذها الغرب في حال قيام روسيا بمثل هذه الخطوة التي البعض يراها أنها يمكن أن تكون واقعية في ظل التقعقر الذي يتواجه القوات الروسية في أوكرانيا أعتقد ساعدت بسماعة الأراء الروسية عن من الضيف الروسي وأن روسيا ليس لدارها النية باستخدام أسلحة نووية لأن هذا سيخالف العقيدة التسليحية للدفاع الروسي ولكن هناك أمران أيضا يمكن للغرب أن يقوم بها يمكن أن يقوم لحلف النية وللوات المتحدة أن تقوم بيهما الأول هو أن يذكر روسيا بأن أي استخدام الأسلحة النووية سيكون ضمارا لروسيا كدولة وغالبا لرئيس بوتين كخائد لهذه البلد وسيحول روسيا إلى دولة من العالم الثالث هذا النقطة والنقطة الثانية وهو ما يقوم بالرئيس بايدن حاليا وأتردت أن أوضح هذا عن خلال بعض الأمثلة عندما أجبت عن سؤالي الأول أنه يحاول أن يجعل الرئيس بوتين يفهم أن الولايات المتحدة لن تريد إدخال الحرب إلى الأراضي الروسية والأسلحة التي تقدمها إلى أوكرانيا أو معظم دول النيتو لا يمكن أن تدخل إلى الأراضي الروسية نعم نحن ندعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا وما نعتبره الأراضي الأوكرانية ولكن لن ندعم حربا تدخل إلى عمق الأراضي الروسية وهذا ما ينبغي على الرئيس بوتين أن يدركه عندما يفكر في كيفية إنهاء هذه الحرب ومن الضروري أيضا أن يفهم الشعب الروسي هذه المعلومات بأن على الرغم من البلاغ التصريحات التي تقال فإن حقيقة الأمر أن نيتو ليس لديها رغبة في قتال روسيا بشكل مباشر أو قتال دعم الجيش الأوكرانية داخل الأراضي الروسية سيد دولسكي ليس للنيتو الرغبة في مواجهة روسيا بشكل مباشر قبل قليل قلت أن روسيا قادرة على الوصول إلى الانتصار دون استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا لكن هذا يعني أنه في حال الهزيمة التي يمكن أن تكون وشيكة حسب التقارير الواردة يمكن لروسيا عندها استخدام أسلحة وإذا استخدمتها على أي نطاق يمكن أن يكون ذلك أولا روسيا لا تخطط لاستخدام أسلحة النووية في أوكرانيا ولكن التصريحات واضحة يا سيد دولسكي سيد تصريحات بوتين وتصريحات المدنيين في أوكرانيا وأيضا لا نريد التلويس الإشعائي لأراضي أوكرانيا روسيا بخاجة إلى الأراضي التي انزمت مؤخرا إلى الاتخاذ الروسي ولذلك روسيا لا تخطط لا تخطط لاستخدام أسلحة النووية في أوكرانيا لا تكتكية ولا عملياتية ولا تبان أسلحة عبر الكارات كلمة واحدة أن القطار برغوزين هي صواريخ الباليستية العابرة للقارات وليست مخصصة لاستخدام في حق المعركة في أوكرانيا غازة أيضا يدل على أن الصخافة البريطانية تلجب إلى الكاذب في غاز الشعب وكاذب غير نحوي بدون معلومات بدون علم كاذب جايلي نعم سيد حسن المؤمني في عمان يعني نعم نعم يعني عذرا على المقاطعة سيد أوليسكي دكتور حسن يعني هناك من يرى أن أقدر الغرب هو من يتحمل مسؤولية كبرى في هذا الاتجاه بأنه يمارس المزيد من الضغوط على بوتين من خلال الإعلان يوميا عن مزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا وبالتالي يتحمل مسؤولية هذا الضغط الكبير على روسيا والتي يمكن في أي لحظة من اللحظات أن تقوم بفعل ربما جنوني حسب ما يصفه البعض يعني لعبة الملامة هي جزء من الحرب يعني لكن هنا السؤال المركزي من بدأ العملية العسكرية ولولا المساعدات الغربية ولولا المقاومة الأوكرانية يمكن كانت القوات الروسية في كييب وغيرت وكلنا يذكر الأهداف التي كانت معلنة في البداية هنا بما لا شك فيه يعني أنا شخصيا نرغب بأن تنتهي هذا الحرب لكن في نهاية المطاب لعبة الملامة هذه الأطراف كنا لكن في نهاية المطاب من هو الذي بدأ الحرب من هو الذي كان يهدف إلى الذهاب إلى كييف في البدايات وكل هذا الجوالب لولا المساعدات الغربية وأعتقد وأيضا بتقدير خاص سوء الحسابات الروسية بهذا الجانب بهذا العمر لرأينا الواقع مختلف في أوكرانيا بهذا الجانب أضف إلى ذلك وصلت سكرتك دكتور حسن يعني عذرا عن المقاطعة انتهى وقتنا في هذا البرنامج دكتور حسن المومني أستاذ العلاقات الدولية كنت معنا من عمان والشكر أيضا موصول لضيفين من واشنطن كريس لبطين مستشار استراتيجي في الحزب الديمقراطي ومن موسكو سيد أندري أوليسكي الكاتب والباحث الاستراتيجي شكرا لكم جميعا إذن مشاهدين الكرام وصلنا إلى خط النهاية شكرا لكم على طيب المتابعة دمتم في رعاية الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة